الثناية القعدان المهجنات الأصائل أصحاب السمو الشوخ على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدين ومتابعين الكرام نسير معكم بهذا الانطلاق ونسير بالتحدي وبالإثارة مشاهدين ومتابعين الكرام لمسافة الثمانية كيلو مترات في شوط الختام شوط ختام هذه الأمسية التراثية الجميلة الصدارة والمقدمة والمركز الأول من ينطلق على صدارة هذا الشوط وعلى المقدمة وعلى المركز الأول ويسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة هنا يأتينا سلهود ثم الشيخ ناصر بن سلطان القاسبي مع سالم بن علي بن بخيت لمسافر في التضمير نجد على المركز الثالث هنا من يتواجد منهجنا العاصفة بقيادة حمد براشد بن حمد بن غدير ومشوش على المركز الرابع أيضا منهجنا العاصفة بقيادة حمد براشد بن حمد بن غدير بينما المركز الخامس يتواجد المتحد صاحب السمو الملك الأمير تركي من محمد بن فهد آل سعود فهد بن طحنون الهاجري في تضميره أما على المركز السادس فينطلق هنا نقد سيدي صاحب السموشيق محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع مطار بن سيف بنلاحج الهائري في التضمير وعلى المركز السابع سابع المنطلقين يأتي شاهين سموشيق حمدام بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم حمد بن عبدالله بالطير العامري في التضمير وهنايات السهم سموشيق زايد بن سيف بن محمد آلن هيان أحمد بن عبدالله بن مساعد الرشيدي في التضمير وتاسع المراكز يأتينا تجارب سموشيق زايد بن المربن مكتوم المكتوم محمد بن علي لعويسي وعاشر المراكز يأتي شاهين سموشيق ماجد بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع الثاني بن عبيج بالكليدة الفلاسي هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي مشاهدين ومتابعين الكرام نعود إلى الصدارة نعود إلى ناقد من انتزع الصدارة انتزع المقدمة والمركز الأول منهجنا العاصفة بقيادة حمد الراشد بن حمد بن غدير يليه مشوش على المركز الثاني أيضا منهجنا العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير الوافق دفع بنجد ومشوش على صدارة هذا الشوط المركز الثاني ياتي سالهود سموشيق ناصر بن سلطان القاسمي سالم بن علي بن بخيت المسافري في تضمير من ياتينا على المركز الثالث وفي المركز الرابع المتحد وصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود فهد بن طحنون الهاجري في تضميره وعلى المركز الخامس ياتينا شاهين ناصر سموشيق حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم حمد بن عبدالله بالطير العامري في تضميره وسادس المراكز النقد لسيدي صاحب السمو سموشيق محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع مطر بن سيب بن لاحدي الهاجري في تضميره وسابع المراكز السهم على المركز السابع سموشيق زايد بن سيب بن محمد آلن هيان أحمد بن عبدالله ولدم ساعد الرشيدي في تضميره من يأتينا هذا الانطلاق هنا على المركز إذن السابع وفي المركز الثامن المركز الثامن يأتي تجارب على المركز الثامن سمو الشيخ زايد بن المرب المكتوم المكتوم محمد بن علي لعويسي وفي المركز التاسع يأتي شاهين سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع ثاني بن عبيد بن سعيد بالكليدة الفلاسي وعلى المركز العاشر يتواجد الشمالي ومشيخ صقر بن وليد القاسمي مع علي بن سعيد الخاطري في تضمير على عشر المراكز هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدين ومتابعين الكرام نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة نعود إلى المركز الأول نعود إلى نقد المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول لهجنا العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير وفي المركز الثاني أم شوش على المركز الثاني منهجنا العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير وعلى المركز الثالث في يأتينا سالهود سمو شق ناصر بن سلطان القاسمي سالم بن علي بن بخيت المسافري في تضمير من ينطلق على المركز الثالث وفي المركز الرابع المتحد المتحد على رابع المركز صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وفهد بن طحنون الهاجري في تضمير من يأتينا رابعا وفي المركز الخامس نقد لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راهد بن سعيد المكتوم قيادة مطر بن صيب بن لاحد الهائري وعلى المركز السادس السهم لسمو الشيخ زايد بن صيب بن محمد آل انهيان أحمد بن عبدالله بن مساعد الرشيدي في التضمير وسابع المراكز شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع حمد بن عبدالله بالطير العامري في التضمير من ياتينا سابعا بهذا الانطلاق المركز الثامن تجارب في المركز الثامن لسمو الشيخ زايد بن المربع المكتوم المكتوم محمد بن علي العويس المركز التاسع شاهين سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع الثاني بن عبد بن سعيد بالكديدة الفلاسي وعاشر المراكز الشمالي لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي علي بن سعيد الخاطري في التضمير على المركز العاشر نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة نعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط والمقدمة والمركز الأول هنا والصدارة لازال نقد على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط اللي هقنا العاصفة يليهم شوش أيضا من هقنا العاصفة يادة حمد بن راشد بن حمد بن اغدير مشوش الصغير يذكرنا بمشوش هناك الكبير أيضا الذي صاله وجاله في الميادين بالإنجازات العديدة هذا اسم على مسمى هنا يأتينا مشوش منهجنا الأصفة مع حمد بن راهد بن حمد بن غدير بهذا الانطلاق والتحدي والإثارة بينما المركز الثاني يأتينا المتحد على المركز الثاني هنا لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود بقيادة فهد بن طحنون الهاجري في تضميره وعلى المركز الثالث المركز الرابع عفوا مركز الرابع نقد من يصل على المركز الرابع سيدي صاحب السمو الشيق محمد بن راشد بن سعد المكتوم مع مطار بن سيف باللاحج الهايري وعلى المركز الخامس شهين ليسموه شيق عمداء بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم محمد بن عبدالله بالطير العامري في تذمير من يأتينا خامسا هذه النتائج للمراكز الخمسة الأولى بعد أن غادرنا هذا الانطلاق مضيق العبور هنا نعود إلى صدارة إلى المقدمة وللمركز الأول في شوط الختام هنا وصدارة هذه المقدمة وصدارة الأشواط هنا هقن العاصفة المسيطرة على صدارة المسيطرة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط مع نجد في الصدارة في المقدمة وفي المركز الأول المركز الثاني مشوش أيضا من هقن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن أغدير في التذمير في هذا الانطلاق ما شاء الله والتحدي بدا هناك نجد بالابتعاد بصدارة هذا الشوط وبالمركز الاول هو الصدارة ما شاء الله هنا ناخذ المركز الثالث والمتحد في المركز الثالث صاحب السمو الملك الامير تركي بن محمد بن فهد آل سعود فهد بن طحنون الهاجري في تضمير من يأتينا على المركز الثالث وفي المركز الرابع يأتي نقد سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد هنا ايضا مطار بن سيف بن لاحج الهايري وشاهين شاهين 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 سمو شيخ عمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم محمد بن عبدالله بالطير العامري في تضمير من ينطلق على المركز الرابع وفي المركز الخامس السهم لسمو شيخ زايد بن سيف بن محمد الانهيان أحمد بن عبدالله بن مساعد في تضمير من يأتينا على المركز السادس ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا مع نقد على الصدارة نقد على المقدمة وعلى المركز الأول ينطلق بصدارة هذا الشوط أمشوش في المركز الثاني ما شاء الله هو الانطلاق هو التحدي مشاهدين الكرام أرى هنا نقد أيضا قادم نقد قادم أيضا من سيدي صاحب السموشك محمد بن راهد بن سعيد المكتوب محمد بن سيد بن لاحق الهائري ولكن نقد العاصفة هو المسيطر على زمام الأمور المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هنا نقد العاصفة على صدارة هذا الشوط مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول المركز الثاني يأتي نقد على المركز الثاني لسيدي صاحب السموشق محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة مطار بن سيف باللاحج الهائري وهنا ناقد إذن من ينتزع الصدارة ينتزع المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط ناقد هنا إذن على المقدمة تهانينا مقام سيدي صاحب السموشق محمد بن راهد بن سعيد المكتوم على فوز ناقد بالمركز الأول تهانينا لمطار بن سيف باللاحج الهائري على هذا الفوز الجميل ولحظة وصوله إلى خط النهاية المركز الثاني نجد من هيقنا العاصفة المركز الثالث من وصل على المركز الثالث ومجاهدين القرام لسموه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مركز الرابع نجد العاصفة وفي المركز الخامس حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم من أتانا على المركز الخامس وسادسا لصاحب السمو الملك الامير ترقي بن محمد الفاد والسعود ونعود الى التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا مشاهدين ومتابعين الكرام لأيضا نجد لسيدي صاحب السموشق محمد براهد بن سعيد المختوم معلن الفوز ومعلن الناموس 13 دقيقة 25 الثانية هو التوقيت الزمني لأيضا نجد تهانينا لسيدي صاحب السموشق محمد براهد بن سعيد المختوم تهانينا المطر بالسعيد باللاحج الهائري بينما المركز الثاني كان مشاهدين الكرام من نصيب نجد من هجن العاصفة ايضا من اتى على المركز الثاني قاطع المسافة في فترة زمنية مقدارها هنا ايضا 13 دقيقة 27 ثانية وفاء وتماما وكمالا بينما المركز الثالث مشاهدين الكرام من اتى على المركز الثالث بطاش سموشق حمدان بن راشد بن سعيد المختوم احمد بن سلطان بن رشيد في 13 دقيقة 27 ثانية تسعى من الاجزاء من الثاني اكذا مشاهدين الكرام تمت نهاية اشواط هذه الفترة المسائية والخاصة بهجن اصحاب السموشق فيما دارت راحة تنافس بين الشعرات والتحديات في مساء هذا اليوم لتنتهي مرحلة الكبار في اول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة